أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نوعتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجري في دمي شكراً 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 مرحباً بكم في عدد جديد محصتكم أولادنا تحت جنحنا على مالي بلي عندكم تساؤلات كثيرة وبالمناسبة تقدروا ترسلونا عبر موقع الإنترنت ولدنا تحت جنحنا بوان كوم ول صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جنحنا باش تعطونا التساؤلات من تعكم وإن شاء الله راح نعالجوهم اليوم راح نتكلموا على موضوع مهم الأولياء بالمرات ولدهم يسيبوا عندهم واحدة لكالتة كبارة يسيبوا متفوق وعندهم موهبة وما يعرفوا كيف يتعامل مع هذه الموهبة إذن اليوم موضوعنا هو التفوق والموهبة لذلك راح نتكلموا عليهم في هذا المجلس هذا الجميل مع أخي السعيين باش يعطونا نصائح لولادكم ولهما أولادنا راح تحت جنحنا يرفقني في هذا الموضوع هذا الدكتورة محرس خان عبلة أخي سعية نفسانية تفضلي مادام محببك مادام شرفتنا سيد لابري نوردين مقتص في علم التربية 39 سنة في سلك التعليم شرفتنا تفضل محببك معنا سيدة تجربة حية سيدة عابي لويزة تفضلي مادام شرفتنا مرحبا بك مادام محببك تفضلي 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 وفي كل مرة نستاذي فوتفل باش يديني الواجبات المدرسيين تعوي في هذا المكتب الجميل معنا رمزي تعالى تعالى رمزي وشراك وليدي نباز أحمد الله مشراك لا أحمد الله وش لمشانا تدرس رمزي ثلاثة متوسط ثلاثة متوسط متفوق تحب تقرأ تحجبت المعدل 12 آه برافو برافو وليدي برافو كذا ش تديني الواجبات المدرسية تعك وش هي طريقتك بانتظام تخليها تتراكم حتى باباك واماك يقول لك رح تقرأ على بانتظام بانتظام وش يقول لكم في المدرسة كي يعطيكم الواجبات هل ترى يرقبوكم دائما كيفاش آه يرقبون بانتظام بانتظام تدحب تقرأ آه برافو إذن رمزي رح ديني الواجبات من تعك تلوك كذلك خذروا وليدي وانتوما يا أطفال يراكم تشوفوا فينا هذا هو الوقت باش تديني الواجبات المدرسية انتعكم باش تنجحوا إن شاء الله شكران 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 إذن مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع الجميل أنا نحبه نحبه لأنه كل ما يحبش وليده ولا بنته يعني التفل يكون متفوق يعني وخاصة الأولياء شغل يزوخوا بولادهم يتباهوا بهم أنا ولدي يقرم ليحنا ولدي عنده موهبة في كذا عنده موهبة في كذا ولكن بالمرات التساؤل تساؤل تنتحد لأولياء هادو يشوف وليده عنده موهبة في الرسم عنده موهبة في الرياضة عنده موهبة في أي شي ما يعرفش واش يدير يا هل ترى كيفاش يقدر يعاون وليده ولا بنته باش تنمي هذيك الموهبة هذيك وكيفاش يعرف بلولده عنده موهبة دونك احنا ما دبينا اليوم نتكلموا على هاد الموضوع هادو باش نعاونوا هاد الأولياء هادو لأنه ولادهم نحتاجهم خاصة الموهبين الموهبين منهم إذن دكتورة محرس خان نبدأ بيك ماذا بيها نشخصه نشخصه واش هي الموهبة كيفاش بسكو بالمرات كاين كذلك نتكلموا على الناس عايشين في الخيال هو حاسب بليولده ولا بنته ولا هو نفسه عنده موهبة كبيرة ولكن سور ديمانسيوني كما يقوله دونك تاني الإنسان لازم يعرف عاش من عرف قدره كامل كيفاش نساعدوا هاد الأولياء باش يعرف اسكو ولده موهب ولا لا لا وكيفاش يدير وخاصة بعد نوصل سيد لابري لأن الأولياء همهم الوحيد وولدهم يقرأوا مريح ويتفوقوا في الدراسة ولكن كين موهب أخرى ماذا بي أن تكلموا عن هذا الموضوع الدكتورات فضلي السلام عليكم ورحمة الله يسعدني كل مرة أن أتواجد معكم وخاصة أن اليوم هذه الحلقة تتكلم عن الموهبة والتفوق فضلي أستاذ السلام عليكم ورحمة الله يسعدني ويشرفني ككل مرة أن أتواجد مع هذا الوجوه النير هم رفدين راية التفوق والموهبة بإذن الله بإذن الله إذن كين تكلموا على التفوق والموهبة يجب أن نفرق بين هذين المصطلحين التفوق هو عادة يعني ما هو معترف عليه أو ما هو مجتمع عليه يعني كتحديد مفهوم في علم النفس هو عندما يتفوق الطفل من عمر معين عن أقرانه بدرجات مرتفعة يعني لازم كينقولوا متفوق لازم تكون عندنا إنغيفرانس لازم يكون عندنا مرجع هذا المرجع هم الأطفال في نفس سن هذا الطفل وكينقولوا متفوق يعني هو فيتهم فيتهم في أي مجال من المجالات الأكاديمية يعني المواد التعليمية المدرسة في المدارس هذا هو التفوق معدل القسم هو يجيب فوق بعيد عن المعدل على قسم عريضة جون بتفوق على زملاء وهدوك نحن نعلم أن المعدل العام هو متوسط العام هو عشر على عشرين كيفاش حتى يضبط هذا المتوسط العام هو أنه أغلبية نحن نحن نتكلم على المدرسة نقوله أنها هي تخدم على الأغلبية أغلبية الأطفال في هذا السن يقدروا يؤدوا هذه المهمة أو المهارة التعليمية المعينة على هذا الأساس كذلك يضبط الكتاب المدرسي بضبط كلامك هو الكبير شفت في الدول خاصة أمريكا الشمالية وكامل معنهم معدل عشرة معدل الفوج يحاسبك على المعادلة في المعادلة في البلتان تشوف المعادلة القسم معدلة القسم والنتيجة تعود لدك يعني كل واحد عنده المقاييس مليح أنه مثلا وليدك إذا كان المقياس بالنسبة للفوج الذي يريد فيه يعني الوقت بالقرب العشرة اللي هي يعني محددة محددة هذا التحديد يخلي الطفل كما رك تقول يزيد يخليه أنه ما يجيبش رحو بزاف ما يخدمش بزاف ما يشقيش رحو بزاف يقدر يقدر يقول لك أنا المهم أو كين هذا الباغام أو كين هذا المتوسط لهو ما يتحركش غير متحرك وهو لكن هو متحرك في الحقيقة من سن إلى آخر لأنه العشرة على العشرين تعم مثلا سبع سنين ما هيش هي نفسها على سنين ما هيش نفسها على عشر سنين إذا أنا نقول في الأساس كيف نخدمت هذا العشرة على العشرين نخدمت على أنه أكتر من متوسط الأطفال ناخدو إحنا دراسات مسحية دراسات ناخدو فيها عينات كبيرة من الأطفال نقوله تع سبع سنوات نعطو لهم مهمة معينة إذا أكتر من المتوسط يعني الأغلبية تعهد الفئة أو هذه العينة لدينها المسحية قدروا يقوموا بهذه المهمة المدرسية أو المهمة التعليمية فنحن نطالبوا مثلا أنه يقدر أي طفل المتوسط على الأطفال أو الطفل غالبا يقدر يؤدي هذه المهمة إذن تكون هي كمهارة مثلا مهارة جمع أو طرح أو أي مهارة علمية معينة وعلى هذا الأساس يعني تركب هذا المهام التعليمية ويصدر في الأخير الكتاب المدرسي إذن الكتاب المدرسي هو موجه لأطفال معينين في سن معينة لأغلبيتهم أو المتوسط يعني اللي يكونوا بعاد عن المتوسط أنت تكلمتلي على فكرة الانحراف عن المتوسط نحن في الإحصاء نسموه الانحراف المعياري يعني الأس يعني كنقوله الإكسبار أو المتوسط العام يعني هذوك الأطفال أو هذيك العينة وين رهي متمركزة يعني الأغلبية تحم وين متمركزة لأنه يعني هذه الدراسات الإحصائية والمسيحية خاصة للمتفوقين والمهوبين بدنا نشفناها في الحضارات القديمة حيث أن الحضارة اليونانية والرومانية كانوا يعني الفلاسفة والمفكرين والاتجاهات المدراسية والفكرية كانت تهتم بالأطفال المتفوقين حيث كانوا يعملوهم وحدهم مثلا معاملة خاصة يعملو لهم مثلا عناية خاصة لأنهم شافوا المردود التحهم وش حال يقدر يمد للمجتمع يالترى أطفال المتمدرسين عدنا لمويان باش نعرفوا تفوق تحهم وبالمرات نشوف يجوني حسن عمويازي تقولي عمويازي شوف بنتي حفظة الأغنية الفلانية شوف تقول أسماء الله حفظة جحل منصورة يعني هذا شيء لاحظتوا في الأولياء مهتمين بهذا شيء وعلى باله باللي يشوف بالنسبة للمعدل اللي كنا نتكلموا عليه لمويان يعني يشوف بالنسبة للمعدل للأطفال الآخرين وريدوا أو يحفظ أسرع أو يحفظ أكتر أو يحفظ تشوف باللي الناس مهتمة بهذا الشيء ولكن الحساب وش فهمت أنه في سن أنت مدرس يعني أسهل أننا نعرفه التفوق تعطي أسهل لأنه كاين مرجع كاين لغافي غنس اللي نقولو ها هي عشر على عشرين إذن كل ما كنت انت بعيد على عشر على عشرين في اتجاه العشرين كل ما تكون متفوق خاصة إذا كنت مثلا هذه المتفوقين نحن نعود نرجع إلى المجال الإحصائي لأنه الإحصائي هو اللي رح يعطينا نظرة أحسن ونظرة علمية أكتر لأنه يعمل لنا التكميم أو يعطينا المعلومات بشكل كمي هذا بالنسبة للعلوم الاجتماعية وعلى رأسها علم النفس إذن الدراسات الإحصائية كما قلت كانت العناية من قبل عناية فردية فقط في الحضارات القديمة لكن بدأت في القرن 19 فقط مع الكتابين المشهورين لغالتون اللي كتبوا في 1869 أظن لأنه في الخمسين الثانية من القرن 19 اللي بدأ الاتجاه العلمي يسلط الضوء أو يهتم أكتر بالموهوبين والمتفوقين إذن كتاب غالتون هذا اللي صدر في 1869 أو 68 عن العبقرية بالوراثة ثم تبعه كتاب لونبروزو ولونبروزو هذا هو اهتم كثيرا بالبروفيل يعني تكلم بزاف على الخصائص الشخصية يعني كيفش نقدر نصنفه شخصية الأفراد وهو في تصنيفاته لشخصية الأفراد تكلم على كذلك العبقرية والتفوق وفي كتاب كنصدر ليه ومهم كذلك في اللينا كأخصائيين نفسانيين إذن هذه الكتابات وهذه الدراسات العلمية والإحصائية اللي بدأت تسلط الضوء على المتفوقين والموهوبين وهنا بعدها بدأت يظهر لنا يعني المسح أو السيطرة الإحصائية على المجتمع الإحصائي تعنا أو المجتمع العينة المجتمع العام يعني كنت تكلموا عليه اللي ظهرت لنا لكوغ بدوغوس لكوغ بدوغوس هذي وش تقول تقول لك أنه في المتوسط في العموم هناك 13% زائد 13% ناقص وأغلبية المجتمع رهي الدور في الوسط ما بين هذه الهاميشين أي أنه كين المتفوق والموهوب يقدر يشكلنا في الأقصى يعني 13% من المجتمع العام ويقدر المتخلف أو لشوية يعني مساعدته ويقدر كذلك يشكلنا 13% إذن إحنا وعليش نتكلم على لكوغ بدوغوس باش نبين أنه الفئتين سواء في الموجب أو في السالب هي أقلية يعني العلم أو يعني العلوم اليومية التي ستساعدنا تهتم أكثر بالأغلبية وللمدرسة بالذات حتى كما تكلمت مقبيل في الحيوار تعنا حتى أنه المتوسط هذا رو مخدوم على الأغلبية ونراهي الدور الأغلبية وحتى بالنسبة الفكرة من قتلي أنه متوسط متحرك لكن يقعد الأغلبية سواء هو متحرك أو متحرك أنا شفته في دول أمريكا الشمالية يعني يعني شحل الأستاع وشحل الإنحراف على هذاك الإنسان نسبة نسبة مئة قادرت وعندك 18 على 20 وتبقى متوسط لأن الجروب ديالك كامل جابوا 19 17 18 عندك 18 على 20 بسيح أنت متوسط لكن كنشوفه في السالب لو كان يكون الجروب هذك خامل شوية ما يجيبوش معدلات فهو يشوف رحو أنه متفوق متفوق أور ما لحقش حتى المتوسط تع العموم تع الأطفال يعني أسكر رح ناخدوا هذه العينة وكأنها ناخدوا المجتمع العام وعلى أي أساس ناخدوا المجتمع العام إذن هي دراسات إحصائية نحن نشوفه قد ما نكبره المجتمع العام أو المتوسط العام قد ما نلحقه أكثر للحقيقة لأنه المهم أو المحور تع الحياة الاجتماعية والحياة النفسية هي الأغلبية إذا الأغلبية مثلا يلبسوا في الصيف أبيض أو ألوان يعني زهرية وألوان مش غامقة وهذا نظرا إلى أنها تعكس الضوء فهو الأصح يعني هو الأصح يعني مش تكون الأغلبية هي الأصح بالنسبة لنحنا نعود أن نقول له إلى التفوق إذن هنا بينا أنه فكرة المتفوق هو أنه قد ما يبعد على المتوسط العام في اتجاه الكامل في اتجاه المثالية في اتجاه المعدل الكامل اللي هو عشرين على عشرين إذن يكون 18 19 ويقدر يعني من الأرجح يعني أو في الغالب نشوفه أنه هذا التفوق يمس كل المواد الدراسية مش فقط مادة ولا زوج لأنه عندما يمس نشاط أو اثنين يبدأ الاتجاه تعنا في يبدأ الفرضية تعنا في اتجاه آخر اللي هي الموهبة يقدر يكون عنده موهبة أدبية يعني تسيبوا متفوق في الرياضية تسيبوا متفوق في الفلسة متفوق بشكل عام لكن كين أطفال اللي هما موهوبين أو يبينوا مردودية يعني تحصيلية وآداء عالي أعلى من المتوسط في مواد معينة وخاصة كما تكونش مواد أكاديمية تكون الفنون مثلا فتكون مثلا الرياضة بكل أنواعها الرسم الموسيقى وحتى الأداءات الفنية مثلا الأدبية أو تكون هناك يعني كما قلت مقبل على الطفلة هذهك ذاكرة مميزة هنا نبدأ نتكلمه يعني يكون نشاط واحد والنشاطات الأخرى تكون متوسطة هنا تبدأ الفرضية تتجه أكثر إلى الموهبة وهنا الموهبة عندها تعامل خاص والتفوق عنده تعامل خاص تشوفوه في الحسن شكرا شكرا أستاذ لابري نوردين ما نقدروش نتكلمه على التفوق قبل ما نروحوا للمدرسة يعني الأولياء وقعرهم يسنوا فينا بش نفهمهم كيكونوا أولادهم متفوقين كيفش يتعاملوا معاهم كيفش على البال يبليه موضوع شائك شوية لأنه لا كلاس دي سير دوي ما نشعرف إلى مكان شو لقليلة ولا أنا شخصيا عشتها عشتها وأنا كنت صغير في سنة الرابعة متوسط كلاسية الأول على مستوى الولايات مستوى الولايات ولكن بعد ذلك لا شيء لا شيء نعم ماما الولد انتعيش ولد شوكا هو كنسنا يقولوا راحين ياخدوهم يعني لسير دوي وكامل لا شيء بعد كمل دراسة باكروريا رياضيات وكامل يعني كان فيها تفوق بفضل الولدين وكامل ولكن عشتوا عشتوا دونك ماذا بي نتكلموا على التفوق هذا الأولياء يشوفوا ولادهم متفوقين أنا جوني أولياء يقول لي أوليدي عنده عنده تفوق كيف ندير له دونك حابين يعرفوا أنا عشت مثلا في السنة الأولى متوسط عشت مرحلة وين سوطوني كلاسة سوطوني كلاسة رحت مباشرة السنة الثلثة متوسط عشت همليح ولكن كانت قادرة بلك ما يكون شو هو تعامل أصح حبيت توضعنا هذي يا هل ترى في المسيرة التربوية تقبلوك هذه الحالات وكيف تعاملت معهم وكيف المنظومة التربوية في الجزائر تتعامل مع هذه الحالات هل ترى كان مشاريع هل ترى كان أشياء نعمل هل ترى مدى بنا الأولياء حابين يعرفوا لأنه عندهم ولدهم متفوقين وحابين يضمنونهم استقبلتها شكرا أستاذ يزيد أنا رح نتكلم على الجانب ربما منقوش الأصعب لأنه الأستاذ أعطتنا تحليل أعطتنا تشخيص وتحليل ولكن أقاديمي وهذا مفيد جدا ولا بد منه لازم باش ناس تفهم نعم ولكن دركاء دخلنا في الميدان في الملموس في الملموس هذا هو الملموس وهذا المشكلة في الحق ظاهرة يعني نجيب نقول تهم الكثير من العائلات يصطدبوا بهذا الواقع هذا والمدرسة أيضا أنا نبدأ ببهد القاضية هو خطأ شائع أقول خطأ شائع يظن الناس أن كل واحد موهوب طيف الموهوب هو متفوق في المدرسة وهذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ كيف بقيت الأستاذة الموهوبة رأي في هان دومان نعم في هان دومان نعم ولكن تفوق نعم برفض في بلوزر دومان ولكن ما روش معناها أنا التلميذ موهوب لأنا شرحت أن الأستاذة مشكورة بضبط وشنهو الموهوبة وشنهو التفوق وشنهو يعني هو عنده قدرات في الفهم في الاستيعاب في الذكاء في كذا أكثر من باختصار من عاوج من أطرابه أو من المعدل المتعامل به هذا هو هو فعلا موهوب فعلا ولكن مش معناه أن نبني وكتشفناه في صغاره في طفولته أنه موهوب وكيفاش نكتشف قبل المدرسة أستاذ الموهوب كين بعض الزنديس نعم كينين وانتو كنا في سبور نعرف لكم أنا درست نعم في الرياضة كين لديتكشون هذا لأنه بعض الأولياء يطيحوا في الغلط يقول لك أنه أوليدي ذكي موهوب وكذا إذن في المدرسة خليه من تبعوه من خليه وحده وهذا خاطئ لا بد من مرافقة الطفل مهما كان درجة ذكاء وطفل المتفوق بعد رح نتكلم عني ها أحيانا يقع في الملل أحني جيك هذي أحني جيك بذب بذب هذا هو يقع في الملل نعم سي لونوي بس كل نيفو ديالو نعم نيفو ديالو رو في قسم هو في خمس دقايق رو فهم كل شي بذب والمعلم لابد أن يعمل مع الأغلبية بذب مع الأغلبية الأخرين رو عارف هو المستوى العام بتاع القسم انتعه ويروح درجة درجة وهو خلاص انتهى ماذا يعمل الملل الملل ولكن هذا الملل نعم ولكن هذا الملل بالضبط يقول لك يقول لك يقول لك نعم يقول لك بالمرات حتى الأستاذ يحير كلك هذي قرام ليح كيفش يشوش نعم الملل هذي كنجيك أعراض أو الملامح انت على السيردوي السيردوي يختلف عن التلاميذ الآخرين وأقول لتلاميذ لأننا نتلم عن المدرسة نعم هو هذا المعلي شأنني دخلت في موضوع ثاني ولكن رأنا في الموضوع العام تعالى لا 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 دوانس بدرم هذا المهارات هذه الطفل هذا أولا كثير النقد تلقى هجب ما تعجبه نعم دائما ينتقد وينتقد خاصة من الذين هم أكبر منه ينتقد المعلم ينتقد المدير ينتقد الكاتب ينتقد فولان فولان هذا هذا الموهوب أو المتفوه المتفوه ثنين هو كثير الكلام تلقى يتكلم كثير ثالثا يحب يعمل وحده ما يحبش يعمل مع الجماعة لأنه يعرف مسبقا بل الجماعة راح نضيعو له وقته انترقيمي يقول لك هذو أننا راح نتقن نكسر دماغي معه ما ننخدم وحده في ثلاث دقائق ندير العمل التاعي وانتاعي وبعد يرجع للمال هذاك المال لهذاك هاي رابعا هو كثير المزاح يحب يقجم نحن نقول بالدرجة تعلق يقصر 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 كثير هذا الأمور هذو إذن وإلى غير ذلك من المظاهر اللي يظهر بها المشكلة وراها هو أنه نزيدنا رجع النقطة مهمة جدا هذه دايما نتشغل بادي هل التلميذ اللي يتحصل على أعلى نقاط في القسم هو موهوب سردوي دائما مش دائما غالبا غالبا ولكن موهوب سردوي لماذا لأننا احنا شفنا في المدرسة واتم ما شفتوها وتعرفوها أن بعض التلميذ ما راهمش متفوقين ما راهمش موهوبين لكن يجهدون أنفسهم بالحفظ يعتمد على وحدة القدرة يحفظ يقرأ يحفظ اشتهال اشتهال يعني يخزن المعلومات ومن بعد يتعود عليها ويتعود تولي في الإيرادة تولي في الإيرادة يتعود عليها من بعد يجي يعطيها لك كما هي ويتحصل على سمعتاش وثمنتناشا لكنه مراش موهوب لماذا؟ لأن هذا الطيف لو أنت نشوفوه ما هو موهوب؟ ونكتشف بأنه ليس موهوبا في ثانوي في آخر متوسط أو خصف الثانوي تلقاه يفشل عندما نفس طويل ما عندوش عندوش نفس طويل عندما يدخل في الفلسفة هذا فقط هذا فقط باش الأولياء الأولياء ما يغلطوش لأنا وش حبيت كيف يش تتعامل المدرسة مع هاد المتفوقين هذا هو هذا هو نقطة الشائكة شوف يعني يلي الأسف يلي الأسف الشديد المدرسة أنا عشتها نقل تبيرك تبديت الحاجة نهضر على سنة 84 هذه المدرسة بصفة عامة أقول بصفة عامة وش في المدرسة بمنع تاني أكثر بالأقلبية بالأقلبية هذه قاعدة ولكن تبقى نعيش كثير مع التلاميذ نعيش ومشاكل التلاميذ الفاشلين نحب دائما نفكره كيفاش نديره باش نضلعه اهتمامنا يتركز خاصة على هؤلاء التلاميذ الذين لهم بعض المشاكل السلوكية هذو إحنا نقوله يشوشوا قبيعوا كذب ويدير المشاكل يعني حتى الأستاذ كي قاعدهم في الطاب لا يبدي قاعد الفاشل يعني يعني شوية لإضعاف شوية يقاعدهم من القدام ومبعد هذك المتفوق يقوله قاعد في الأخر في الأخر يعني هذا المتفوق هذا المتفوق هذا المهوب ما نعتنوش به كثير بالضبط نخلوه ولما وكين خلوه كما تفضلت وقلت مبارك الله فيك يصرع له هذك الانوي هذك الملل هذك السأم ومبعد يقولي عنده يروح لديك روشاج لديك روشاج لديك روشاج يعني يعني يقول لي ما يحبش يقرأ ما يحبش يقرأ ما يحبش يقرأ وتنقص له الدافعية أنا شفت بزاف الناس متفوقين اللي يخرجوا من المدرسة في السن يعني نعم صحيح يقرأه ويملو ويصطدم يعني هذو تعمشاكل يعني يدروا يعني كنقول تعمشاكل يدروا مشاكل رغما عنهم في المدرسة وانا صارتلي انا شخصيا صارتلي مشاكل كنقول مشاكل عادية عادية طرباوية ولكن تحيل كيف اشتفل متفوق نعم يعني يكون عنده هذا التصرف ولكن ولكن بموضوعية يعني شي طبيعي أنا اعتبرت وصارت لحالات بضلط وآخر حالة هو النطيف المتفوق هذا الأستاذة وانا شافي مليح الأستاذة على فرنسا ويا أخطأت والخطأ إنساني إنساني كلنا نخطأ خطأ ولدنا ولدنا قال لك الخطأ إنساني طبعا الإنسان خطأ نعم الإنسان خطأ ولكن خير الخطأ التوابون التوابون ليس عيبا أن نخطئ وإنما العيب أن نبقى على خطأنا هذا هو المشكلة لابد من لم يخطئ لا يصيب هذا معروف لفكرتني بالقصة خلنا موضوع آخر القصة قال من رصاص والممحات كانوا متضربين قال من رصاص زعف على الممحات قال لها علش تمحي كل ما أكتب قال لها أنا لا أمحي للخطأ شغل مبات فهم يعني إذن التميل هذا أخطأت في كلمة والكلمة هذه مازلت شافية لها شوف يعني لأن المشكلة لهذا أنا أخذته بقلبي أخطأت في كلمة في كتابة كلمة هو الحساب C-O-M-P-T-E P-T-E كونت كونت الحساب وإذن في كتابة هكذا سرعة كذا دارت C-O-M-T-E كونت الحكاية الحكاية تلميذ هذا ك yesterday كم قلت وين chose كونت رأي نا كان في حالة معينة قلت له لا هكذا ودخلوا في نقاش يروح للبيت الوالدان تاعه مديرة رحمها الله ومعلمت على الفرنسوية قالها يا أمه يا أمه شوفي شوفي كان الأم كتن مربية جا شافتني جابت لي تلميذ وشا شافتني وامتحنتني قالت لي يا مسيو لابري كيفش نكتب فارسي كونت لي كونت هذو ما قلت لهذا طب لعت الحال هكذا وش دير وش دير يعني رد الفعل تاعه واو قالها واو هاو شيخ يعني عندي الحق لازم يفرش شخصيته دير كيفش نديرو قالها أنا ما ندخلش للقسم والا دوال ما ندخلش للقسم من تحد الأستاذة إلا إذا صححت الخطأ ما تصححش الخطأ بدل القسم ونروح لأستاذين آخر وهذه إشكالة وأنا حليت المشكلة على كلها بشوية صعوبة ولكن حلينا المشكل بشتوف يعني لابد من الاهتمام بهؤلاء التلاميذ أنا نظر ما بقى نايلان ديرو نداء إنه يكون فيه أقسام تاع الأطفال متوفقين يعني الكراس دي سوردوي سا يكزيس بو ما نقولش في العالم كامل ولكن الدول انتبهت لهذا الشيء إن شاء الله أنا مادابية مادابية يكونوا عندنا إن شاء الله الكراس دي سوردوي روكين في الجزائر وهذا الجديد ثانوية تعليش يوردوي معلش راي في الجزائر نعلا ثانوية عندها رو أعلم الثانة الثانية أو الثانية ثانوية لا 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 في الزاية في القبة في القبة ثانوية تعليش يوردوي فيه لازم معدل ثمنتاش ما كاش أقل من ثمنتاش وخاصة في الرياضيات في الرياضيات وهذي يعني بتمعي ليحنة تعمم على أقال أطوار لا وطنية هذه واحدة كانت في الجزائر وهي وطنية لا 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 فيه مشروع إن شاء الله لسنة الدراسية المقبلة نعم جهوية ومن بعد تتعمم ربما ما تتعمم في كل الولايات إن شاء الله 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 شكرا سيدة لبيزعابي مرحبا بك مرحبا بك ماذا بنا تحكينا على التجربة الحية نتعي قبل ما نرجع الدكتورة محرس خان باش نعطوا شبينا صحيح الأولياء كاش يتعاملوا مع هذا التفوق هذا تفضلي تفضلي حكينا على التجربة الحية تاعك السلام عليكم نشكرك على هذه الاستدافة طول عمرك نشكرك على هذه الحصة اللي أخذت صادة في المجتمع أنا محتاجين لهذه الحصص ومشكل الجمهة الرائعة هذا يلا معك أنا عندي عيما أنا عندي بتختي يعني الله يبارك متفوقة في الدراسة جالها في الطور اللولاني اللي كانت في الابتدائي كانت عندها طاقة بزف يعني متفوقها بزف يعني وصلت بي ومن تأشتحكي فيش كانت كانت توسحتها لدفوات ما يطلوهش عشاء العشاء من ذلك توسحتها لتسعة بش ما يطلوهش هذه كالثيقة كبيرة يعني ايه تسعون وستعفاس اسدا كانت تسعفالة هكذا كف المعدل ايه ووصلت الشيخة ومن صابت تكشوش هي صعوبة مع القسم ديلها قاع الجامع هي تكيد توصل الشيخة باش تشرح تسبقها بتخطي تجاوبها يعني ما تخليل هاش صادة خاتلهم ملقيتش كش ندير يعني تسبق لي نشرح للتلمية شوية هي تسبق لي تمتقوا الأجواب يعني ما مدفواتك تكون نقاتلين كل نشرح تهيت شح في بلاسة الدرس ايه هذا هو المشكل اللي قالو استدلابري ايه هذا هو تسيبه دايما يدخل روحه دايما المتفوق يعني كل حاجة معها والا وصلت من مرات من مرات التفوق ديالها وصلت للأستاداقات نستاذي العائلة ديالها للي بارونتا وحا عايتت لهم قلتوا ما ديالتسلهم ما فنتش الطاقة اللي عند التفوق تحبينا نتقلهم من القسم القسم يعني يسوتيول ها كلاسة ايه يعني ادوش شلي أنا عشته ايه قلتوا نبدلوا لها قسم القسم يعني تفوق تحفت الاخر كما تقولي يا في العمه احنا فتلة جديرة مدوعة كان امر قليك فتلة جديرة وكما كانت صغيرة كانت خطيتها تلاحظة ديال الامر كي كانت شوية كي كانت صغيرة هي ما قبلوه هاش ما قبلوه هاش قات كانت حابة تباع مش ما تكونش عندها نقص تقف الكبيرة في نفسها قات كانت تكون تباع الطاورة حتى توصل لها بس كي بالمرات كي ما ونحييها بالمناسبة قيدون فريالا ما يبارك نحييها بالمناسبة هي الأسلامة لا يبارك والدي ها دونك ما قبلوش انها تصوتي كلاسة انا شخصيا بعد الاستاذة ولا الاستاذ يقدر يتكلمنا على النقطة هذي حقيقة دفوا عندها الطاقة للاكتساب المعرفة للاكتساب المعرفة للاكتساب المعرفة بالصحة النمو الاجتماعي النمو يكون مازال يعني يعني بالك دفوا تدي الإنسان تكلفوا ما لا تقاتله به هدول المشكل إذن كي ما قال الأستاذ مقبيلة أصيبت شغل شوية الملل شوية شغل تحسوا رحها دائما عندها الأجوبة عندها كيف عشتوا معها هل أولياء تحاولوا كيف يدار كل وضعها كيف شدرتوا يعني وصلت وين الأم التحاقة كان نشوف مع مع القرآن إندي عندها بسلت بزفع انتتقا في نفسها وتحسوا بالمال و دائماً كي زمن زمنة لفهامي تحيجون عندها بشي زمنة للمراجعة تحب تراجع تجيغو حدا تجيغو حدا تجيغو والقطرة وتحب تلعب وتحب تلعب و تشغل بزف شوية خفيفة داكو قد تنشوف مع الأخصائي أنت حلقة كداب سيكولك باش يعني مقالة تساعدني شوية إن شاء الله إن شاء الله شكرا 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 أستاذ محرس خان مدابية في الختام نقول الأولياء هل هناك هل هناك طرق هل هناك طرق باش هما يكتشفوا هاد الموهبة وعلى أي نوع من الأطباء ولا الأخصائيين يقدروا يعرضوا أولادهم وكيف الشي يقدروا في غياب في غياب المدارس المتخصصات على المتفوقين في الأطوار خاصة الأول والثاني كيف يقدروا يا هل ترى يقدروا يدركوا الوضع ببلك بدروس خصوصية يعني كمان برندران شارج هذا الأنفان في عجل الله يخليك إذن من خلال الكلام اللي تفضل به الأستاذ لابري والضيفة الكريمة الشهادة الحية لاحظنا باللي صح يقدر يكون هناك يكون اجتماعي بزاف طفل هذا يحب يوري روحه يحب مهاراته يتوه لكنهم بعد ذلك يصطادم بالواقع الواقع هذا اللي يؤدي به للأسف إلى الانطفاء الانطفاء هذا هو يؤدي به كذلك إلى تراجع هذه القدرات العالية وهذا التفوق وهذا الشي اللي ما نحبوش نصلوله إذن أنا نحبذ أكثر مع أكثر الأقسام الخاصة المدمجة يعني تكون هناك أقسام داخل المدرسة ككل ما يكونوش مدارس كما مثلا الحالات اللي راني نشوفوه مثلا ليسي وكيفاش حتى الليسي يعني راني خليتو في البخيماخ في السيام حتى نحتى هدو 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 مشكلة مشكلة يصرا يصرا إذن آآ ماذا بيا أنا يو الآن كما نتكلموا هاد المدارس الخاصة والأقسام الخاصة هي بالنسبة لي ذوي الاحتياجات الخاصة من من الإجاب أو السلب نعودوا نرجعوا إلى الكوب ديقوس اللي بلوس تراز آآ آآ تخاص بصور لاموان تراز بورصان إذن ليراهم شوية متأخرين لازم لهم أقسام خاصة مدمجة داخل المدارس العامة وكذلك اللي هما متفوقين وما يقدروش يقعدوا غير مع الأغلبية لأنه الأغلبية رح تطفيهم وهدو كليموان تراز الأغلبية ما يقدروش يتبعوها إذن ما يقدرش يجيب رحوه ما يفهمش مع الأغلبية رح يتهمش الفايتخ مارجيناليزي إذن هاد الزوج حالته وهاد الزوج في مدابية أنه يكونوا عندهم معاملة خاصة تتكفل بيهم التربية الخاصة وكاين أخصائي النفسانيين في التربية الخاصة سواء النداء والاحتياجات الخاصة يعني في الجهتين في المحوارين في البوزيتيف ولا في النيغاتيف إذن هاد المتفوقين لازم لهم عناية خاصة لازم نبعد وانايا على المتوسط العام هذا اللي هو عشرة اللي هو بعيد بزاف عليه هو راه متفوق بزاف على هاد عشرة إذن عشرة هاد كما قلنا رح يتفيه وبالتالي نحطه في عينة عينة أو للجروب تعون عدنوا للجروب لكن جروب من المتفوقين بزاف ماشي من العكس تحهم حتى المعدل تعوي تغير يعني حتى المرشع وبالك كذلك يظهر لنا مواهب في نشاطات معينة بزاف إذن نقدر من المتفوقين نصيب مواهب ونقدر من المتوسطين أو تحت المتوسطين نصيب مواهب إذن كما تفضل الأستاذ نور الدين مقبيل تكلم قال لك باللي ليس بالضرورة كل متفوق هو موهب وليس كل موهب هو متفوق إذن تقدر تكون الموهبة إذن هذا بالنسبة للمتفوقين لازم مش نعزلهم وحدهم في مدارس لكن وعلاش تاني وعلاش كذلك ما نعزلهمش أولا باش ما يروحوش إلى الحالة الثانية اللي تصرى بعد الإحباطات المتكررة اللي هي العزلة والتقوقع والإنسحاب يقول لي بيس كل أخرين رح يطفوني ورح يرجعوني للور ما نقراش معاهم ما نكون تكتيهمش بزاف ما نكونش ما نديرش حياة اجتماعي إذن لا أنا نخليهم قدوة ونخليهم يعني يقتدوا بهم الآخرين يعود يتمنى كل تلميذ أنه يكون في القسم هذاك الفولاني اللي هو تعالى المتفوقين بالنسبة للموهوبين هي فكرة المتابعة والمرافقة والتشجيع إذا شفت وليدي أنا عنده موهبة فرص نوفر له التكوين نوفر له مثلا الماتريال يعني تسكيه كل السوت يعني الإمكانيات كذلك بالنسبة للموسيقى كذلك بالنسبة للرياضة نهتم به ونرعاه وإن شاء الله يكون يعني يكون متفوق في هذاك المجال تعالى الموهبة التاعه يقدر يكون رياضي يتحصل على ميدالية كؤوس عالمية ألقاب عالمية يقدر يكون رسام تفخر به الجزائر يقدر يكون موسيقار كذلك موهوب أو يعني اللي يخدم حتى مقاطع أو موسيقى خاصة به أنا نتمنى كل المتفوقين وموهوبين ما تصر لهمش تهميش بالنسبة للموهبة ولا ينطفق بالنسبة للمتفوقين إذن لازم على الأخصائي نحن نزيد ونبتكروا تقنيات أكتر نحن مدعوين إلى العمل أكتر في هذا المجال رغم أنه أقلية وكذلك بالنسبة لأولياء وبالنسبة للمعلمين لازم مرافقة وتشجيع متشجيع شكرا 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 سيدا عددك صحة إذا كانوا ولدكم تفوقين لازم ترعوهم إذا كانوا موهوبين لازم ترعوهم وهذا نداء إن شاء الله يكون هناك أقسام للأطفال المتفوقين حتى الأطفال اللي عندهم مشاكل عندهم يعني ضعف في النتائج وكامل تاني يكونوا فيها أقسام خاصة إن شاء الله بربي والمختصين في التربية يقدروا يقولنا أشياء يقدروا يوجهوكم كذلك إن شاء الله تكونوا استفتوا من هذه الحلقة الخاصة بالتفوق والموهبة لازم مرافقة لولدكم ولدم دائما تشجعوهم بيمكنكم التواصل معنا عبروا موقع الإنترنت ولدنا تحتجناحنا بوانكوم ولصفحة الفيسبوك ولدنا تحتجناحنا السلام شكرا 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 شكرا